تحيتي في حلقة النهاردة هكلمكم عن التاريخ الأسود للخلافات الإسلامية المختلفة والمتعاقبة والتي تم خلالها التنكيل بكل مخالف أو معارض بأبشع الصور ابتداء من الخلافة الرشدة وانتهاء بالخلافة الإسلامية العثمانية في حلقة النهاردة سأقوم بإعطاء بعض الأمثلة لأئمة وشعراء وفلسفة وصحابة تم التنكيل بهم وتعذيبهم بأبشع الطرق لمجرد أنه كان عندهم وجهات نظر مختلفة لما هو كان سائد في عصرهم سأبدأ حلقتنا بالنهاية المأساوية لمحمد ابن أبو بكر الصديق حيث كانت نهايته بشعة وغير أدمية ولا تمث للدين ولا للأخلاق بشيء بدأت القصة عندما توجه محمد ابن أبو بكر الصديق إلى مصر سنة 31 هجرية للقتال ضمن جيش عبد الله بن أبو السرح لمحاربة أهل النوبة اللي هم المعرفين بالأساود وكان محمد ابن أبو بكر الصديق يرى أن عبد الله بن أبو السرح ليس أهلا لولاية مصر لأنه ارتد عن الإسلام في زمن الرسول ولكنه رجع للإسلام مرة أخرى بعد أن توسط له أخيه في الرضاعة عثمان بن عفان وكان الرسول حلل دمه لأنه عندما ارتد عن الإسلام اللي هو عبد الله بن أبو السرح كان ينشر بين الناس أن محمد ليس بنبي وأنه أفاق وكان ما أكتبه له يقول وهو كذلك ومن المعروف بالطبع أنه كان من كتبة الوحي المقربين جدا للرسول وأنا كنت عملت حلقة كاملة عنه عن سبب تركه الإسلام وممكن أترك لكم لينك هذه الحلقة أسفل هذا الفيديو المهم أن محمد ابن أبو بكر الصديق لم يكن يشعر بارتياح ناحيته وناحية توبته مثل أبيه أبو بكر الصديق من تولية من تابع من المرتدين شؤون الدولة لأنه كان فيه شك في عودتهم وتوبتهم وفي زمن الفتنة الكبرى التي استشهد فيها عثمان ابن عفان كان محمد ابن أبو بكر الصديق من بين من حصروا بيت سيدنا عثمان والمؤرخين في تلك النقطة اختلفوا بعض الشيء حيث يقول البعض أن محمد ابن أبو بكر ندم على فعلاته هذه والتراجع ويقول البعض الآخر أنه كان واحد من من قتل عثمان ابن عفان بعد أن تسلق سور بيته المهم أرسل الإمام علي ابن أبي طالب محمد ابن أبو بكر إلى مصر اللي يأخذ الولاية من عمر بن العاص الذي كان من أنصار معاوية ابن أبي سفيان فصار عليه أهل مصر بتحريض من عمر بن العاص وانفضت قواته من حوله وتركوه وحيدا فقام عمر بن العاص ومعاوية ابن خديج بقتله شر قتله حيث قاموا بوضعه في جوف حمار ميت وأشعلوا فيه النيران دون الاكتراس بأنه ابن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق أو أن من أرسله هو علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه يعني حقيقة أنا لا أتخيل هذا كم من الخصة وقلة الضمير وقلة الدين في أسلوب القتل البشع الذي انتهجوا في قتلهم لمحمد ابن أبي بكر الصديق وهل هذه أخلاق قائد عسكري مسلم يعني قائد يدعى أنه قدوة أو مثل أعلى وهل التنكيل والتمثيل بجسس الأعداء والأسرة من الدين في شيء وهذا لم يكن عدوه بمعنى كلمة عدوه فهو ابن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق فكيف يعني يقتلوه بهذه القتلة الشنيعة القزرة يعني أنا سأترك لحضراتكم برضو التعليق على تلك النقطة وسأنتقل الآن معكم لنهاية مأساوية أخرى لإمام كبير وهو الإمام النبلسي الذي تم سلخ جلده حيا في فترة الخلافة الفاطمية اسمه بالكامل محمد بن أحمد بن سهل بن نصر أبو بكر الرملي الشهيد المعروض بابن النبلسي وهو فقيه وعالم دين زاهد وكان إمام في الحديث والفقه وكان من المحدثين الكبار المعروف عنهم الورع والطقوة بعد أن استولى الفاطميون على الشام هرب يعني العلماء من منطقة فلسطين وبيت المقدس حيث كانوا الفاطميون يعني يجبرون علماء المسلمين على لعن وسبق أعيان صحابة الرسول على المنابر وفي خطب الجمعة وعندما وصل المعزل دين الله الفاطمي إلى الشام واستولى عليها أبطل الترويح وصلاة الضحى وأمر بالقنوط في الظهر بالمساجد وكان الإمام النابلسي ممن هرب من العلماء مع آخرين من وجه الفاطميين فهرب إلى الرملة بفلسطين ثم إلى دمشق الإمام النابلسي كان من أهل السنة والجماعة وكان يرى ضرورة قتال الفاطميين ومحاربتهم ولذلك قال قولته الشهيرة لو كان في يدي عشرة أسهم كنت أرمي واحدا على الروم وعلى هذا الطاغي تسعة أسهم وبعد أن استطاع حاكم دمشق التغلب على القرامطة أعداء الفاطميين بالطبع قام بالقبض على الإمام النابلسي وأسره وحبسه في شهر رمضان ووضعه في قفص خشب مثل الحيوانات وعندما وصل قائد جيوش المعزل دين الله الفاطمي إلى دمشق وسلمه إلى حاكمها الذي حمله إلى مصر لتتم محاكمته هناك فلما وصل إلى مصر يعني جاء جوهر للمعزل دين الله الفاطمي بالإمام الجليل فمسل بين يديه فسأله بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل عشرة أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا تسعة فقال الإمام النابلسي ما قلت هكذا ففرح القائد الفاطمي وظن أن الإمام سيرجع عن قوله أو أنه تراجع عن قوله ثم سأله بعد برهة يعني انتظر قليل وبعد كده سأله فماذا قلت إذن فقال الإمام النابلسي قلت إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن يرميكم بتسعة ويرمي العاشر فيكم أيضا فسأله المعزل دين الله الفاطمي ولما كل ذلك فرد عليه لأنكم غيرتم في دين الله وحرفتم فيه وقتلتم الصلاحين وادعيتم ما ليس لكم فغضب المعزل دين الله الفاطمي يعني منه كثيرا فأمر بإشهاره يعني تعزيره في أول يوم ثم ضرب في اليوم الثاني بالصياط ضربا شديدا مبرحا وفي اليوم الثالث أمر جزارا يهوديا بسلخه وهو حي فسلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه فكان يذكر الله ويصبر على الألم والعذاب حتى بلغ العدد فرحمه السلاخ اليهودي وأخذته رقة عليه فوكز السكين في موضع القلب ليرحمه من هذا العذاب الغير مطاق يعني حتى اليهودي كان في قلبه رحمه وشفقة على هذا المسكين هذا الشيخ الجليل المسكين النبلسي من خليفة نفسه من خليفة المسلمين الفاطمي المهم فقد عليه وحش جلده تينا وصلب على أبواب القاهرة ليكون عبرة لغيره من العلماء وتوفي الإمام أبو بكر نابلسي سنة 363 هجرية بالقاهرة وهذا ما كان يحدث في فترات الخلافة الإسلامية المختلفة التي يتشدق بها البعض من السزج والبسطاء يعني الأسف الشديد اللي هم الناس اللي بتطالب بعودة فترات الخلافة الإسلامية أنا بديكم بعض الأمثلة يعني البسيطة على ما كان يحدث في تلك الفترات ولكم أن تحكموا طبعا وقصة يعني استشهاد الإمام النابلسي ذكرت في كثير من المصادر ومنها تاريخ الإسلام للإمام الزهبي وسجرات الزهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبالي وذكرت أيضا في البداية والنهاية للإمام ابن كثير وسأنتقل معكم الآن لنهاية مأساوية أخرى وهي لعالم النحو الكبير ابن السكيت الذي قام الخليفة العباسي المتوكل على الله بنزع لسانه من حلقه بعد أن قطع رأسه وابن السكيت إمام من أئمة اللغة العربية وأديب شهير وعالم نحو كبير اسمه بالكامل أبي يوسف يعقوب ابن إسحاق السكيت وكان ابن السكيت ملتزما بالسنة النبوية لذلك نجده فضلا عن قيامه بجمع الشعر وتدوينه كان يقوم بنقل الروايات الدينية ووصف الزهبي بأنه دين خير حسن الخلق كسير العلم وذكر الزهبي أيضا أن المتوكل على الله جعله من خاصته المقربين إليه وعهد إليه تعليم وتصقيف ولديه المؤيد بالله والمعتز بالله وإنه كان يتقاضى ألفين درهم شهريا ده رقم كبير جدا على فكرة فضلا عن الهدايا السمينة التي كان يمنحها له المتوكل من وقت لآخر وبالرغم من تلك العلاقة الجيدة جدا بين ابن السكيت والمتوكل على الله إلا أن سؤال وجهه المتوكل له هو سبب مقتله بطريقة بشعة القصة بدأت عندما سأل المتوكل ابن السكيت من أحب إليك ابني هزان المعتز والمؤيد أم الحسن والحسين فأجابه ابن السكيت أن قنبر خادم علي خير منك ومن ابنيك فبالطبع غضب المتوكل جدا من هذا الرد القاصي ويأمر في الحال بنزع لسانه من حلقه بعد أن تم قطع رقبته بالطبع رد ابن السكيت كان خالي من الحكمة لأنه كان رد قاصي بعض الشيء أو كثيرا طبعا كان رد قاصي جدا وبرضه رد فعل الخليفة المتوكل على الله دموي بمعنى كلمة دموي فخليفة المسلمين المفروضة يبقى عنده تريس وحكمة عن ذلك لكن ما فعله بهذا الإمام الجليل برضه يعتبر تنكيل وتمثيل بجثة إمام جليل فطبعا هي دي فترات الخلافة الإسلامية ده الخليفة يسمع ويطاع وليس من حق أي أحد أن يعترض عليه هي كده الخلافة الإسلامية وسأنتقل معكم الآن إلى نهاية مأسوية أخرى وهي الإمام جليل من أئمة الأمة الإسلامية وهو الإمام النسائي واسمه بالكامل الإمام أحمد بن الشعيب النسائي والذي قتل بوحشية في فترة الخلافة العباسية والقصة بدأت عندما وصل لمسامع الإمام النسائي تغير الأحوال السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي وهبت رياح الفتن وبدأ الضعف يعني يدب في أوصال الدولة العباسية وانتشر الخلاف بين المكون العرقي للدولة العباسية سواء العربي أو الفارسي أو التركي وأهضرت حقوق البسطاء وأصبحت الكلمة للسيف بدلا من العقل وكسر بزخ الأمراء ومجنهم والصراع والتنافس على المناصب كما تم أحياء التعصب الديني والمذهبي فظهرت في الشام رزيلة التهجم على الصحابي الجليل علي ابن أبي طالب انتصارا لمنافسه التقليدي اللي هو بالطبع معاوية ابن أبي سفيان فاستشعر الإمام النسائي خطورة الأمر من تفشي ظاهرة التعصب الديني فأقدم على الرحيل إلى الشام سنة 914 وألف هناك كتاب الخصائص للإمام علي ابن أبي طالب على أمل أن يهديهم الله عز وجل ولكن طبعا هيهات فتجمع حوله الغوغاء في المسجد الأموي وسألوه لماذا لم يكتب في فضائل معاوية؟ فأجابهم عن أي فضائل تتحدثون ما أعرف له فضيلة إلا حديث أن لهم لا تشبع بطنه فضربوا بقصوة في الجامع الأموي على خصيته ودسوه حتى أخرج من الجامع الأموي مطروضا مضروبا مهانا أهينا الرجل الذي أفن عمره يعني يعلم الأمة مناسكها في كتابه الرائع والشهير المناسك تحمل الرجل على نفسه ورحل من الشام فما لابس أن مات في الرملة بفلسطين متأثرا بدربات المتعصبين له على خصيته في المسجد الأموي بدمشق بسبب النزيف الداخلي الذي أحدثته ضربات هؤلاء الغوغاء في هذا الإمام الجليل قال ابن خلقان ترك الإمام النسائي وهو الشاخ الكبير للغوغاء يضربونه ويهينونه غير أبهين لفضله أو حتى سنه أو لساعة علمه بالرغم أنه كان الرجل تجاوز الخمسة وتمانين عام ولكن لم تكن في قلوبهم رحمة هذا هو التعصب المذهبي هذا هو التعصب المذهبي في فترات الخلافة الإسلامية وقالت درقتني ضرب الشيخ الجليل في حضنيه خصيته ضربا شديدا أدى إلى وفاته ممكن نقول أن النسائي دفع حياته بسبب التعصب المذهبي والتطرف يعني هذا الرجل الذي قال عنه الزهبي كان بحرا من العلوم ولا نظير له في علمه فكان قدره أن يموت على يد الجهال والدهماء والمتعصبين من المسلمين الذين لا يعرفون الحق من الباطل ولا العالم من الجاهل وهذا هو دأبهم في كل زمان ومكان فالتعصب من أسوأ ما يمكن أن يبتلي به الإنسان فيتحول من عاقل للطائش وقاتل في لحظة وحيدة يعني الإنسان ده المتعصب يتحول لقاتل يعني اعتقادا منه أن يتعصبه هذا الوجه الله والطبع الله بريء منه ومن أفعاله ويتوهم هذا الجاهل أنه عالم وأنه على حق فيما يفعله وهذا بالضبط يعني ما حدث مع الإمام النسائي وتسبب في مقتله ودي أمثلة بسيطة مما كان يحدث في فترات الخلافة الإسلامية المختلفة من تنكيل وتعذيب لأئمة وشعراء وفلسفة وسأنتقل معكم أيضا الآن للنهاية المأسوية للحسين بن منصور الحلاج وهو فيلسوف وشاعر صوفي من شعراء الدولة العباسية ويعد من رواد أعلام التصوف في العالم الإسلامي وكان للحلاج علاقة خاصة جدا بخالقه بالله عز وجل وهذه العلاقة كانت مخالفة لما كان سائد في عصره وهو بالطبع عصر الخلافة العباسية وبسبب بعض الأقوال التي قالها وتم تكفيره عليها مثل قوله أنا الحق وقولها أيضا ما في الجبة إلا الله وأقوال أخرى كثيرة برضو تم تكفيره عليها وكان معروف عن الحلاج أيضا الزهد الشديد في الحياة وقلة الطعام وكسرة الأصوام وكان لديه نزعة إصلاحية ولم يكن راضي عن الأوضاع السائدة في عصره ولذلك تعاطف مع حركة القرامطة الإصلاحية في ذلك الوقت فأغضب ذلك الحاكم العباسي الخليفة المقتدر بالله فدبرت له مكيدة إنه كافر وزنديق وخارج عن الدين وإنه يدعي الألوهية ومن هنا بدأت مأساة الحلاج ومن هنا نستطيع أن نقول أن السبب الحقيقي للتنكيل بالحلاج وصلبه وتقطيع أعضاء وأطرافه هو أراؤه السياسية الإصلاحية التي كانت ترفض الظلم المنتشر في كل أنحاء الخلافة يعني الخلافة في تلك الفترة كانت مليئة بالبزخ والمجون وسفك الدماء الغير مبرر حيث أن التصوف عند الحلاج ليس مجرد جهاد فردي ولكنه جهاد من أجل إصلاح المجتمع كله ومن أجل أيضا إحقاق الحق وممكن نقول برضو أن مبادئه هذه هي التي أوغرت السلطة الحاكمة عليه فقامت بشحن العامة والغوغاء ورجال الدين أيضا لنعته بالكفر والزندقة ونجح الحاكم العباسي في شحن الناس ضده وأعطاه الحجة لسجنه والتنكيل به وقام بالفعل بسجنه لأكثر من سبع سنوات وفي تلك الفترة حوالوا بكل الطرق استمالته لهم لتدعيم حكمهم لأنه برضو كان له الكثير من التابعين والمردين ولكن الحلاج لم يتراجع عن أراؤه الفكرية والإصلاحية وعندما تأكد الحاكم العباسي من عدم جدوى المحاولة معه لإقناعه بالانضمام لهم فقاموا بقتله شر قتلى ونكلوا به أفضح تنكيل وطريقة قتله كانت أبشع مما يتخيله أي أحد فأولا قام المقتدر بالله بجلده ألف جلدة ثم بعد ذلك تم قطع يديه ورجليه ثم بعد ذلك تم صلبه على جزع شجرة وبعدها قاموا بقطع رأسه ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بإحراق جثته والتمثيل بها يعني كلام صعب جدا هي دي فترات الخلافة الإسلامية اللي يتشدق بها البعض يعني مجرد كان راجل صوفي يعبد الله بطريقته الخاصة حتى لو هو كافر حتى لو كافر رغم أن الراجل كان بيعشق الله يعني بيسموه شهيد العشق الإلهي الحلاج شهيد العشق الإلهي حتى لو كان كافر هل يصح أنك تقتل إنسان بهذه الطريقة؟ وأنا حقيقي أوجه هذا السؤال لحضراتكم وأتمنى الإجابة عليه يعني هل هذه طريقة سوية لقتل إنسان لمجرد أنه كان يعبد الله عز وجل بطريقته الخاصة وبرضه هو على الصليب وقبل أن يقطع رأسه كان يردد الحلاج هذا القول هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتل تعصبا لدينك وتقربا إليك فاخفر لهم فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا ولو سطرت عني ما سطرت عنهم لما لقيت وما لقيت فلك الحمد فيما تفعلوا ولك الحمد فيما تريد يعني حتى الحلاج وهم بينكلوا بيه وبيعذبوه بيأقطعوا أعضاؤه كان بيطلب المغفرة لهم من الله عز وجل يعني تخيلوا هذه الشخصية الرائعة كانت بتطلب المغفرة من اللي بيطلبوه بيعذبوه يعني أنا برضو هقول لكم اللي حدث بالضبط في ساحة الصلب عشان تعرفوا يعني ماذا هول وفضاعت تلك الفترة أو الحقبة الزمنية اللي هي فترات الخلافة المختلفة يعني وهقول لكم اللي حصل كما يعني وجد في كتب التاريخ شد صاحب الشرطة الحلاج إلى آلة الصلب بعد أن لطمه لطمة هشمت أنفه وأمر الجلاد بأن يضربه ألف جلدة كان الحلاج صامضا لا يتأوه ولا يستغيص فقط كان يردد أحد أحد ثم تقدم الجلاد بسيفه وقطع يده اليمنى ثم يده اليسرى ولما اسفر وجهه لكسرة ما نزف من دم مرر زراعه النازفة على وجهه وخضبه بالدم وقال مبتسما ركعتان في العشق لا يصح وضوءهما إلا بالدم ثم ردد اقتلوني يا سقاتي إن في قتل حياتي ومماتي في حياتي وحياتي في مماتي أنا عندي محوزاتي من أجل المكرمات وبقائي في صفاتي من قبيح السيئات سائمت روحي حياتي في الرسوم الباليات فاقتلوني وأحرقوني بعزام الفانيات ثم مروا برفاتي في القبور الدارسات تجدوا سر حبيبي في طوايا الباقيات طبعا كلمات جميلة جدا هذا الرجل كان رائع عزب بطريقة بشعة يعني شيء محزن جدا إن هذا الرجل تم التعذيب والتنكيل به وتكفيره لمجرد إنه كان عنده فكر مخالف لما هو كان سائد في عصره يعني هذه الكلمات للحلاج ومشهد جلده وقطع يده أصارت غضب الناس في صحة الصلب فأسرع الجنود إلى بعض الفقهاء الحاضرين وأمروهم بأن يلعنوا الحلاج وينالوا منه أمام العامة ودائما لما تحتاج أو تتزنق تروح تجري على رجال الدين هؤلاء الأفقين لأن طبعا كان ستحصل ثورة ضد هذا الحدث المرعب فاستغلوا طبعا رجال الدين قالوا لا دا كافر يستحق ما هو عليه طب هو حتى لو كافر تمثل بجثته وتقطع أعضاء بهذه الطريقة البشعة يعني برضو أنا سأترك لحضراتكم الرد على تلك النقطة ومدى اليوم وغربت الشمس وبات الحلاج مصلوبا مقطوع اليدين ودماؤه تنزف ورابط أهل بغداد طوال الليل في صاحة الصلب وفي صباح اليوم الثاني قطعت رجله اليمنى ثم اليسرى يقول الخطيب البغدادي سمعت فارسا يقول قطعت أعضاء الحلاج عدوا عدوا وما تغير لونه وما فتر لسانه عن ذكر الله كان أعوان الوزير حامد يصحون في الناس اقتلوا الحلاج الزنديق وفي أعناقنا دمه ويجيؤوا بشيوخ الصوفية والفقهاء لرجم جسد الحلاج الذي ينزف دما ومضى اليوم الثاني والليلة الثانية والحلاج لازال حيا معلقا على صليبه فأسرع الحاج بنصر القشوري ليخبر الخليفة بخطورة الوضع في بغداد ونصحه بأن يصدر أمر بالعفو على جسد الحلاج المتبقي طبعا كان جسمه كله تقطع يعد وقال له لازم تعمل كده قبل ما تقوم ثورة على الخلافة كلها ولكن الوزير حامد رفض ذلك قائلا للخليفة إن العفو عن الحلاج في هذه اللحظة سيشعل بغداد أكثر مما يشعله قتله والتخلص منه وصاح اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي اقتله وإن حدست الثورة التي يتنبأ بها حاجبك نصر القشوري فاقتلني اقتله قبل أن تصور العصفة وخضع له المقدر بالله وأمر بقطع رأس الحلاج وحرق جسده يقول ابن كسير فلما كان اليوم الثالث تقدم الوزير حامد إلى الخشبة فتلأ أمر الخليفة ثم قرأ فتوى الفقهاء بأن قتل الحلاك فيه صلاح لأمر المسلمين تخيلوا الفقهاء قالوا أن لما نقتل هذا الإنسان اللي هو الحلاج ونمثل بجسده ده فيه صلاح لأمر المسلمين يعني ده كلام مجانين الصراحة يعني هذا كلام مجانين ثم أمر الجلاد بقطع رأسه ثم صب على جسده النفط وأحرقه وحمل الرماده ونصر في نهر دجلة طبعا تمثيل بالجسة يعني شيء باشع يعني وأنا بقرأ الكلام ده حقيقي يعني شيء باشع بمعنى الكلمة هيا دي فترات الخلافة الإسلامية وذلك حدث في 922 ميلادية وتركوا رأس الحلاج معلقا يومين على الجسر ببغداد ثم طيف به في خرسان ثم أخذته أم الخليفة المقتدر بالله فحنطته وعطرته وأبقته في خزانتها عاما كاملا يعني أم الخليفة ما كانتش راضية عن اللي بيحصل ده فأخذت الرأسه وعطرته واعتنت به يعني ولم يكتفي الوزير حامد والخليفة المقتدر بالله بحرق جسد الحلاج ولكن أمر كذلك بحرق كتبه وأصاره ومنع تداول كل ما يشير إلى ذكره عند الورقين ولذلك كثير من أعمال الحلاج الرائعة طبعا ضاعت بسبب طبعا حرق كتبه لكن كلمة الفصل لم تكن لهم بل كانت للتاريخ فقتل الوزير حامد بعد سنتين أفزع قتله وقطعت يده ورجلاه كما فعل في الحلاج فعل به وهذا هو يعني الانتقام الإلهي لأن الله عادل وهو العادل وأيضا قتل الخليفة المقتدر بالله بعدها على يد قائد الجيش بؤنس الخادم وكل هؤلاء القتل الموتورين سافك الدماء الذين نكلوا بجسد الحلاج لا يذكرهم التاريخ إلا عند ذكر سيرة الحسين بن منصور الحلاج واللقب المعروف عن الحلاج دائما أنه هو شهيد العشق الإلهي لأن هذا الرجل لم يؤذي أحد طوال فترة حياته ولكنه يعني كفر بواسطة تجار الدين على أفكاره ولأنه لم يخضع للسلطة الحاكمة وللخلافة العباسية في تلك الحكبة السوداء من تاريخنا الإسود وهي طبعا فترة الحكم العباسي وغيرها من فترات الخلافة اللي كان فيها يعني تنكيل وتعذيب ده كل الأئمة والشعراء والفلسفة الحلاج كان لديه نزعة إصلاحية ولم يكن راضي عن الأوضاع السائدة في عصره ولذلك تم التنكيل به فهو لم يفعل شيء إلا أنه كان يعني كل غرض هو الإصلاح وطبعا أي مخالف أو معترض على الخليفة في أي عصر من العصول كان يتم التنكيل به بهذه الصورة لن أطيل عليكم أكثر من ذلك لكن هي ده فترات الخلافة الإسلامية المختلفة وهو ده التاريخ الأسود لفترة الخلافة الإسلامية المتعاقبة يعني أنا أعطيت لكم بعض الأمثلة وليس الكثير لكن هناك أمثلة أكثر من ذلك بكثير لكن أنا سأكتفي بهذا القدر وأتمنى أن الحلقة النهاردة تكون نالت إعجابكم وأحب بالطبع أسمع أراءكم في تلك الفترة وفي تلك الحقبة الزمنية وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطبعا مساءكم